شكرا سيد الرئيس رحبوا بسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها أولا وددت أن أشير سيدة الوزيرة أننا كنا في مجموعة من المحامين كنا في المحكمة البداية بتونس لتضمين شكاية ضد إرهابي قام بتهديد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزابي والنائف البرلمان بقطع رأسه ووضعه في الثلاجة ورمي زتاته للكلاب وتبين من ما رشح من اللبحات الأولية أن السيد هذا كان يقاتل في ليبيا والمشكل أنه اليوم يظل لي باش نخصوا من ميزانية الدولة في عودة تمشي للتنمية نوفرها حتى نحموا حدودنا من الإرهاب المتقدم على حدودنا المدعوم تركيا واللي للأسف ليه طابور خامس يصفق له في هذا البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر